اهلا بكم التغطية مستمرة على شاشة القاهرة الاخبارية لأهم وأبرز المستجدات قال البيت الابيض ان الرئيس جو بايدن بحث هاتفيا مع رئيس الوزراء الاسرائيلي نشر دفاعات عسكرية امريكية جديدة في المنطقة وأوضح البيت الابيض ان بايدن ناقش مع نتنياهو الجهود المبذولة لدعم دفاعات اسرائيل في وجه التهديدات من ايران ووكلائها بما فيها تزويد اسرائيل بمضادات الصواريخ والمسيرات ودفاعات امريكية جديدة وأشار البيت الابيض لان نائبة الرئيس كمال هاريس شاركت في المحادثة الهاتفية بين بايدن ونتنياهو وفي السياق نفسه قال البيت الابيض ان بايدن ناقش مع نتنياهو التصعيد الاخير في الشرق الاوسط وأضاف البيت الابيض ان بايدن اكد في اتصاله مع نتنياهو التزام واشنطن بامن اسرائيل ضد جميع التهديدات القائمة من ايران كما اكد اهمية الجهود الجارية لتهديئة التوترات في المنطقة على نطاق اوسع قال وزير الخارجية الامريكية انتون بلينكين ان منطقة الشرق الاوسط تتجه نحو المزيد من الصراع والعنف والمعاناة وانعدام الامن وخلال زيارته لمنغوليا اضاف بلينكين انه من الضروري البدء بوقف اطلاق النار في قطاع غزة مشيرا الى انه على الاطراف كافة اتخاذ الخيارات الصحيحة من الضروري ان تتخذ كافة الاطراف الخيارات الصحيحة في الايام المقبلة لان هذه الخيارات هي الفارق بين البقاء على هذا المصاري من العنف وانعدام الامن والمعاناة او الانتقال الى شيء مختلف تماما وافضل كثيرا بالنسبة لجميع الاطراف المعنية واعتقد ان وقف اطلاق النار يظل واضحا في مصلحة الجميع فهو في مصلحة الاسرائيليين والفلسطينيين والمنطقة بازرها حذر مفوض الامم المتحدة لشؤون اللاجئين فيليميو جراندي من اتساع نطاق الصراع في الشرق الاوسط مؤكدا ان ذلك سيشكل كارثة على جميع الاصادة كانت مفوضية اللاجئين اشارت الى تزايد عمليات النزوح في منطقة الشرق الاوسط بسبب الازمات المتعددة حيث نزح عدد قياسي بلغ 114 مليون حول العالم منهم حوالي 40 مليون لاجئ فروا من عشرات الصراعات الدائرة بالشرق الاوسط افادت وكالة انباء فارس الايرانية بان التحقيقات الاولية كشفت عن ان قذيفة ضربت مقر اقامة اسماعيل هنية في الطابق الرابع من احد المباني في منطقة الزعفرانية بالعاصمة طهران واضافت الوكالة ان القذيفة ادت الى تحطم اجزاء من السقف والنوافذ وقتلت رئيس المكتب السياسي لحركة حماس اسماعيل هنية واحد حراسه كما ذكرت التحقيقات ان اسرائيل تقف وراء الحادثة من ولاية كنتكي ينمو ارنا الدكتور احسان الخطيب استاذ العلوم السياسية في جامعة مورستيت اهلا بك دكتور احسان في ضوء جميع التصريحات التي تناولناها منذ قليل حول المكالمة الهاتفية بين السيد جو بايدن ونيتنياهو يعني اسألك هذا السؤال هل منطقة الشرق الاوسط اصبحت تتحمل المزيد من السلاح والمزيد من الصراعات تحياتي اولا عزيزي الغير مكتوب بهذا الموضوع يعني والغير مركز عليه في كل النقاشات بما احصل هو انه هناك تعاون ايراني امريكي وايران تنظر الى امريكا انها حليفة لها غرم كل الخطابات يعني انظر الى اليمن مثلا اليمن امريكا لم تدعم اعداء ايران في اليمن الحوزيين لم الامريكا بالعكس ضغطت على السعودية والخليج بموضوع تصريح الحكومة الشرعية لو دعمت الطرف الاخر لكان هذا السهم في القضاء على الحوزيين ولكن ضغطت على السعودية في حملتها في اليمن والايران يعرف ذلك تماما من سلم العراق لايران وجماعاتها دخلوا على الدبابات الامريكية وعندما كان خطر لهزيمة النظام الموالي لايران دخلت رجعت امريكا رجع اوباما الى العراق وهزم الارهاب ليعود الشعية السياسية الى الحكم التابعة لايران للحكم في العراق ايضا هناك سوريا النظام السوري حليف لايران لماذا تبقى لماذا هو في الحكم اليوم لان امريكا عارضت ازالته وكان هناك من يريد ان يعطي المعارضة السورية سلاح نوعي بالخليج العربي ولكن امريكا منعت تركيا ومنعت الخليج العربي من امداد المعارضة بالسلاح لسخط النظام السوري الموالي فالايراني يعرف تماما ان هناك تناغم بينه وبين الامريكي وعنده مصالح مال امريكي وبايدن كفاءه بما انه على صفحة واحدة بعد امريكي بتخفيف العقوبات النفط وترامب قال حصل الايراني على 240 مليار دولار من تخفيف عقوبات النفط فالايراني مستفيد انا اعتقد في هذه الحرب برأي اسرائيل الخاسر والرابح هو ايران رغم كل ما نراه انا اعتقد ايران هي الرابح في هذه الحرب كيف ذلك دكتور؟ كيف تكون ايران هي الرابح الاكبر من كل ما حدث؟ نعم ايران بالنسبة لها النظام باقي والامريكي يعتبرها متعاونة خفف عنها عقوبات النفط مقتل اسماعيل هدية لا اعتقد يؤثر عليهم يعني لا يختموا بذلك بالعكس اليوم الغرب يأتي اليهم ويطلبونهم ارجوكم لا تردوا بشكل يشعل المنطقة ونعطيكم ما تريدوا فالايراني لم يخسر الذي خسر في هذا وتظهر ايران دولة مسؤولة ودولة تساهم في عدم اشتعال المنطقة يعني هي تظهر انها دولة عاقلة ودولة مسؤولة وشركة مع امريكا رغم كل الكلام يعني الاسرائيل هي المشكلة اسرائيل هي التي لا تكترث اسرائيل التي تريد تصعيد واسرائيل هي التي تريد جنر امريكا لحرب كبيرة ولكن التصور الايراني رد على الاسرائيلي رد مسرحي وبلغ الامريكي بموقع طويل وحضر حال الامريكي وتعاون معه الفرنسي وتعاون معه البريطاني لرد هذا الضربة فالايراني يعني براجماتي بامتياز وهو انا برأيي رابح في هذا الحرب الى الان يعني دعنا نعرق قليلا دكتور احسان من هذه النقطة قبل ان نعود اليها مرة اخرى ليسألك عن الاشارة التي وردت في خطاب البيت الابيض او في تصريحه حول المكالمة التي دارت ما بين بن يميني تناهو وجو بايدن اشار الخطاب ان او هذا البيان من البيت الابيض ان كمالة هارس نائبة الرئيس كانت تشارك في هذه المكالمة من النادر ان نشهد اشارة الى نائب الرئيس ان يشارك في مكالمة ما بين يعني قطبين في بلدين هذه الاشارة ما هي دللتها شوف يا انا قرأت انه كانت في بعض المكالمات كانت موجودة في عدد المكالمات بالازمة غزة فاكثر من مرة بالمتقبل يعني فهذا ليست اول مرة لا اعتقد اول مرة اطلاقا اضافة الى ذلك هي الآن بحاجة ان تكون في هذه المحادثات بأنها هي المرشح الديمقراطي وهي بحاجة الى ان تجيب عن اسئلة في حملاتها الانتخابية ولكن شوف انا بالأهم شيء بالنسبة لما يحصل نياهم قراءته ما يحصل انه نتنياهو هي حملة انتخابية لناتنياهو نتنياهو يقول ان كان اتهم نتنياهو انه خسر امريكا انه هناك مشكلة مع امريكا بسبب نتنياهو وانه هناك انقسام حزبي على اسرائيل وجاء نتنياهو الى واشطن واثبت هذا غير صحيح اطلاقا ليس هناك مشكلة بين امريكا وبين اسرائيل بسببه استقبلوا بحفاوة ممتازة وخياسية واضافة لذلك الحزبين كانوا موجودين مع غياب بعض الاصوات ولكن بشكل عام كان وجود الحزبين فمعناتها هو نتنياهو يريد ان يقول للمعارضة الداخلية انا اخوي واسرائيل قوية بسببه وانتم مخطئين يعني امريكا ما زالت الى جانبنا وعندما قاتل بلبنان شكر وقاتل في ايران قتل رئيس الاسمائل هنية كان اختيار ذاكي جدا قتله في ايران يعني تفادى مشكلة مع امريكا انه كان يريد قتله بتركيا او بقطر وهذا له تعقيدات كبيرة واختار شكر بالتحديد يعني اللي كان يحرج امريكا انه هذا الرجل مطلوب من امريكا فلما قتله لا يمكن الامريكي يعاتله انت تريد قتله هذا مطلوب لامريكا وهو ذاكي جدا هذا الرجل فعلت هذا الرجل ذاكي وهو في موقع القيادة في العلاقة الامريكية الاسلامية نعم ويعني كما بدأت سؤالي دكتور احسان يعني حين تحدثنا عن السيدة كمال هارس لم اقول ان هذه هي المرة الاولى لكن قلت انها من المرات القليلة جدا التي تشارك فيها السيدة كمال هارس في اتصال رئاسي فبحكم انها من المرات القليلة يعني حضرتك اوردت انها شاركت في بعض المكالمات المتعلقة بغزة والان نتحدث عن هذه المكالمة المتعلقة ليست بالتهديئة بقدر ما هي متعلقة بطمأنة اسرائيل حول امنها وحول تسليحها بمزيد من الاسلحة الدفاعية كما اورد البيت الابيض في هذا الوقت تحديدا هل الغرض من هذا التدخل من هذه المكالمة هي طمأنة اسرائيل حول اي مخاوف متعلقة بالرد من قبل ايران او من وكلائها وهل هذا التدخل من كمال هارس تدخل سياسي دعنا نقول شوف يعني هي يعني بايدن هارس فريق عام الواحد يعني انا ابا تركيز هي كانت يعني الفرق بينها وبينها لكنها الان مرشحة نعم الفرق بينها عزيزي هو الفرق يعني بالسطنوب وليس بالمحتوى لانه هي كانت تقول انه موقفها انه انتقاد انتقاد اسرائيل والتعاطف بشكل اكبر مع الفلسطينيين فهي لم تقول مثلا وقف الوقت فرض وقف الوقت الناかなر ولم تقول وقف ارسال الاسلحة كان فقط انه اخذها انه بايدن وفريق عام العزيزي عاطف أكبر مع الفرسطيني. هذا مخالف. هذا لا يفيد. هم يحاولون اليوم عزيزي لعب على الخطين. يحاول اكتساب الصوت العربي والمسلم لينتخب الديمقراطي. وطمئنة الإسرائيلي. فيلعبوا على الخطين. ولكن يعني يحاولون خداع العرب المسلمين الناخبين مرة أخرى. أمريكا منحازة تماما إلى إسرائيل. وهذا لا يتغير. نعم. دعنا نعود قليلا دكتور إحسان إلى ما يتعلق بإيران. لنرى هذان التصريحان اللذان صدر أحد التصريحات من وكالة فارس الإيرانية للأخبار. والآخر من أكسيوس الأمريكي. أكسيوس تبنى أو حسب مصادره قال أن السيد إسماعيل الهنية تم اغتياله بواسطة قذيفة أو عفا قنبلة زرعت قبل شهرين في غرفته التي اغتيل فيها. فارس الإيرانية قالت العكس قارت إنما هو تم اغتياله بمقذوف أطلق في لحظة الإغتيال. دلالة هذان التصريحان أحدهما يتحدث عن شهرين تم زراعة هذه القنبلة وكأن هذا هو المكان الثابت الذي ينزل فيه. وما بين حادث عرضي تبنته وكالة فارس الإيرانية. دلالة كل من هذان التصريحان سياسيا على الداخل الإيراني وعلى مستقبل السياسة الإيرانية. ماذا يكون؟ عزيز بغض النظر هو دولة المخابرات الأمريكية فيك تعاون أمريكي يعتد معلومات الإسرائيلي. هناك تعاون مخابراتي غير محدود. أنا أعتقد أن التلازل الإسرائيلي كان هو عدم استخدام قبلة ضخمة مثلا. وإثارة مشكلة أكبر مع إيران أو قبلة أكبر في بيروت وإثارة مشكلة أكبر بلبنان. يعني القلابة الكبيرة هذه التي استخدمت في غزة تخلق مشكلة كبيرة جدا لو كانت في بيروت وقدرت عدد كبير من اللبنانيين أو في إيران قدرت عدد كبير من الإيرانيين تحرش أكثر النظام ويحتاج إلى رد أكبر. فكان أعتقد هذا التنازل من الإسرائيلي للأمريكي. ولكن هناك معلومات مخابراتية للأمريكي على صفحة واحدة هو يعتبر حماس حركة إرهابية. ولا أستفعد أن المعلمات الاستخباراتية هي ليست ذكاء الإسرائيلي. هي أيضا تعاون الأمريكي. الأمريكي حتى الاختيالات في غزة الضربات التي استعبرت فيها الأمريكي الألفين طامد القضائف. قالت صحيف الوالد سريت جورنال المعلومات الاستخباراتية. كانت من أمريكا التي استخدمتها إسرائيل فهذا كان مع تعاون استخباراتي مهم. وهو الذي يساعد الإسرائيلي في هذه الإنجازات التي حقيقها بالنسبة له. لكن في ضوء الإشارة دكتور إحسان يعني. أنقل لك ما قاله بعض المحللين العسكريين حول التفسيرين أو حول الروايتين الذين تبنوا رواية أكسيوس أن هذه قنبلة تم زراعتها منذ حوالي شهرين. تحدثوا بالتبعي أن هذا ربما يعطي انطباعا إلى اختراق عميق في الداخل الإيراني لدرجة أنه تم توقع أو تم استهداف المكان الذي سوف ينزل فيه إسماعيل هنية قبل شهرين دون أن يتم تفتيشه دون أن يتم تأمينه بشكل كافي. الذين تبنوا الرواية الخاصة بوكالة فارس الإيرانية قالوا لا هناك كان تأمين عارل لكن هذا الحادث العرضي جاء نتيجة معلومة استخبارات هي مؤكدة أنه موجود في الطابق الحالي. فالدلالة التي ربما تحدث البعض عنها هو مدى الاختراق الأمني الذي وقع في تلك اللحظة أو في تلك المناسبة خاصة وأننا نتحدث عن يوم تنصيب الرئيس الإيراني الجديد. لم يكن في يوم عادي. فالدلالة السياسية لهكذا حدث بهكذا تفسير. دكتور إحسن شوف أنا قرأتي أنه هناك اختراق كبير لإيران. لأنه استطاعت إسرائيل في الماضي اغتيال علماء ذرة يعملون على البرنامج في تهران ذاته. نعم. واستطاعوا كمان سرقت ملفات كبيرة في الملف الناوي. وجاء بها نتنياهو إلى الأول المتحدة. يعني أعتقد الإيراني محرج يعني يفضل أن يكون عنده رواية تخفف من هذا الانكشاف. ولكن أنا أعتقد نعم هناك اختراق بالنظام الإيراني وهو ليست أول مرة يعني ليس جديد الإسرائيلي والتعاون الأمريكي معه. هو يساعده في ذلك يعني ليس فقط إسرائيلي. نعم وبما أن نتحدث الآن دكتور إحسن عن منطقة الشرق الأوسط بالكامل. كل هذه النزاعات وكل هذه العمليات التي تتوسع يوما بعد آخر في الشرق الأوسط. كيف ستؤثر على مستقبل السياسة العالمية ككل وشكل الخريطة الاقتصادية حتى؟ منذ البداية الأمريكي منذ البداية قارب الموضوع أنه لا يريد توسع الحرب. لا يريد توسع الحرب. وهو فعلا يعني لم تتوسع الحرب فعليا لم تتوسع الحرب. هذا كان عندك محور طويل عريض المنطقة تشتعل. إيران تدخل الحرب. ما هذا لم يحصل. ما يحصل في جنوب لبنان هو محدود جدا جدا. نعم هناك خطر أنه يتوسع ولكن ما زالة. نحن ندخل الشهر العاشر. وماذا؟ ما زالت بذات الـ تنك بوانج بين إسرائيل ولبنان يعني. والحوثي يعني كمان يضرب إيلات عمليا إيلات ومع أنه تجارة إسرائيل كلها من حيفا يعني يعني. فأسعار النفط ليست مشكلة بالنسبة للأمريكي. أين أسعار النفط؟ ما مشكلة بأسعار النفط. النفط معقول سعره لم يتأثر بهذه الحرب. وبالنسبة للملاحة الدولية والحوثيين هذا يأثر على التجارة العالمية ولا يؤثر على مصالح أمريكا وأسرائيل غير صحيح. أمريكا ليست متأثرة. متأثرة كانت فعلت أكثر بكثير. حتى وزير الدفاع قال هاي مشكلة للتجارة الدولية. مش مشكلة لألنا فقط. فالأمريكي أعتقد لحد كبير مرتاح. والأهم الذي يجعل الأمريكي يرتاح تماما هو أن إيران على صفحة واحدة معه. وبتراغماتية إيران. وهذا يعني يجعل أمريكا تحترم إيران أكثر أن هذه الدولة على صفحة واحدة مع أمريكا تقول عدم توسيع الحرب. حتى حلفاء الذين تضربهم إسرائيل يقولوا ذات الأستوانة يقولوا نا نريد توسيع الحرب. فلذلك إسرائيل مطمئنة أنه ممكن تستمر في غزة لفترة طويلة. ويعني جنوب لبنان بقول لك بعض أنه والله في الإسرائيليين بالأبتلات. إسرائيليين 100 ألف إسرائيلي يعني 7 مليون يهودي منهم 100 ألف إسرائيلي. وهناك حرب إبادة في غزة الشهر العاشر. يعني براغماتيا هذا يعني كلفة بسيطة جدا جدا للإستمرار في حرب الإبادة في غزة. يعني إسرائيل لم تتعثر بشكل أنه تعيد حساباتها وتقول أنا بحاجة أن أوقف هذه الحرب. نعم وربما على ضوء ذات النقطة التي تتفضل بها الآن دكتور إحسان دعنا نعود إلى الوراء قليلا. ماذا لو كان منذ أول مقترح للتهديئة أو أول صفقة لوقف إطلاق النار كان قد تم القبول بها على الفور ووقف كل ما يحدث بقطاع غزة. برأيك كيف كان ليكون شكل قطاع غزة اليوم؟ نتنياهو لا يريد صفقة. نتنياهو منذ الأول يوم يعني يريد القضاء على حماسة. لهم كانوا حقيقة يريدون تفريغ القطاع. يعني خطة الهدف الغير المعلن هو كان تفريغ قطاع غزة ونقل كلها الغزة لمصر. ولكن فشلوا في ذلك لأن مصر وقفت بوجههم قالت لا لن يحصل هذا. ففشلت فشل الذريع. ولكن هذا هو الهدف. فلما فشلوا في ذلك انتقلوا إلى تدمير غزة والتنكيل بالشعب غزة وتدفيعها ثمن كبير للهجوم السواعي أكتوبر. ولكن هدفهم كان تفريغ غزة من السكان. وكانت هي فرصة ذهبية. أعتقدوا أنه عندهم فرصة ذهبية وتعامل مع الأمريكي. حاول الأمريكي لعب بدور السادج أنه لماذا لا يدخلوا إلى مصر السيناء ويعودوا. ولكن الرئيس السيسي قال لهم إذا الآن خايفين فوتونا النقب في صحراء النقب يبقوا في فلسطين التاريخية. فكان هناك خبث أمريكي وكان خبث إسرائيلي ولكن الموقف المصري هزم هذه الخطة الإسرائيلية. ولذلك هي تنقل وتقتل وتذبح. يعني عند غضب إسرائيلي غاضب جدا من مصر وغاضب لأنه لم يستطع تحقيق الهدف الاستراتيجي الذي كان هو إفراء غزة من شعبية. لكن كما أوضحت حضرتك الآن وقلت أن يعني على أرض الواقع الوريات المتحدة لا تريد لدائرة الصراع أن تتسع عن ما هي عليه الآن على الأقل. لكن يتحدث بعض المحللين على أن كل مساعي نتنياهو الآن منصبة في توسعة رقعة الصراع. هل تتفق مع هذه الرؤية؟ شوف أنا ما بعد أن نتنياهو يريد توسعة نتنياهو لا يكترث. نتنياهو يأخذك مشاكل ويعتمد أن أمريكا تنظف فراء وتأتي أمريكا وتنظف فراء وتحل المشاكل. ما اعتمد على أمريكا هو يعتمد أنه بما أن أمريكا عندها العلاقة مع إيران وإيران لا تريد محاربة أمريكا وعندها تفاهمات. يمكن أن يذهب بعيدا ويعتمد على أن أمريكا لا تتركها. هذا الذي يجعله يتصرف هذا الشكل. ما اعتمد على الدعم الأمريكي غير المحدود. الأمريكي هو يقول أنا أحارب مع الإسرائيل. فلذلك الإسرائيل يأخذ مخاطرة أحيانا تتفاجأ المخاطرة يدرب مثلا الضاحية. تستعيد كبير. ولكن هو ما اعتمد على الأمريكي لذلك هو يدرب الضاحية. هو ما اعتمد أنه الأمريكي علاقته مع الإيراني وأن الإيران أعصفها واحدا ويستطيع الإيراني التأثير على حزب الله في لبنان. قرار الحرب وقرار السلام بيد إيران. ولكن إيران لا تدخل في الأمور الصغيرة. ولكن قرار الحرب الشاملة هو بيد إيران ليس برد الأفريقاء التابعين. دكتور إحسان الخطيب شكرا لك على جميع هذه التفاصيل وجميع هذه المعلومات. كنت معنا من ولاية كينتاكي أستاذ الدكتور إحسان الخطيب أستاذ العلوم السياسية بجامعة مورستيد شكرا لك. شكرا لك. والآن إلى تطورات الأوضاع الميدانية في غزة. تطورات الأوضاع الميدانية في غزة. تطورات الأوضاع الميدانية في قطاع غزة استشهد 15 فلسطينيا وأصيب آخرون في مجزرة جديدة ارتكبها الاحتلال الإسرائيلي بإقصفه مدرسة تؤوي نازحين في حي الشجاعية شرقي مدينة غزة. وأفد مراسلنا بأن طائرات الاحتلال قصفت مدرسة دلال المغربي التي تؤوي نازحين في حي الشجاعية ما أسفر عن استشهاد 15 فلسطينيا بينهم أطفال ونساء وإصابة آخرين في حصيلة أولية. وأشار مراسلنا إلى أن طيران الاحتلال قصف المدرسة بثلاثة صواريخ. وفي الشجاعية أيضا أعلنت دفاع المدني في قطاع غزة سقوط شهيدين وعدد من الجرحى نتيجة قصف إسرائيلي لمجموعة من المواطنين. كما استشهد ثلاثة فلسطينيين بقصف الاحتلال شقة سكنية في شارع الجلاء وسط مدينة غزة. كذلك استشهد فلسطيني وأصيب ثلاثة آخرون بقصف الاحتلال منزلا شرقي مخيم النصيرات وسط قطاع غزة. قال المفوض العام لوكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين أونروا فيليب لازاريني إن أطفال قطاع غزة يعيشون صدمات وفضائع لا توصف بعد ثلاثمائة يوم من الحرب والنزوح والخسارة والألم. وفي بيان له جدد لازاريني الدعوة لوقف فوري لإطلاق النار من أجل أطفال غزة. الذين قال إنهم شهدوا ما لا ينبغي لأي طفل أن يشهده مؤكدا أنهم يستحقون الأمن. أورد موقع أكسيوس الأمريكي أن القنبلة التي استخدمت في اغتيال إسماعيل هنية رئيس المكتب السياسي لحركة حماس عالية التقنية والدقة وتعتمد على الذكاء الاصطناعي. وأفدت صحيفة نيويورك تايمز كذلك أن رئيس المكتب السياسي لحركة حماس إسماعيل هنية اغتيل بقنبلة ثبتت في غرفته بالعاصمة الإيرانية طهران قبل نحو شهرين وليس بصاروخ موجه. وأضافت الصحيفة بأن عبوة الناسفة تم تهريبها إلى دار الضيافة في طهران منذ أشهر أدت إلى مقتله. مشيرا إلى أن تفجير العبوة الناسفة كان عن بعد. وقال مسؤولون إيرانيون إنهم لا يعرفون حتى الآن كيف تم زرع القنبلة داخل الغرفة. قال زعيم المعارضة الإسرائيلية يائر لابيد أن تحقيق النصر سيكون عن طريق واحد فقط وهو إبرام صفقة تعيد المحتجزين إلى إسرائيل. تصريحات لابيد جاءت بعد لقائه رئيس الوزراء بن يمين نتنياهو واطلاعه على آخر التطورات الأمنية بشأن العملية العسكرية في قطاع غزة. وكان زعيم المعارضة قد وجه انتقادات حادة لحكومة نتنياهو بسبب الإخفاق في الإفراج عن المحتجزين الإسرائيليين بعد 300 يوم من هجوم السابع من أكتوبر الماضي. حالة من الانقسام الحاد تشهده الحكومة الإسرائيلية برئاسة بن يمين نتنياهو نتيجة فشل الاحتلال في تحقيق أي أهداف من العدوان على قطاع غزة. ويصعى نتنياهو للحفاظ على رئاسته لحكومته المتطرفة من أجل الهروب من مسئولية عملية طفان الأقصى وخوفا من المحاكمة التي تنتظره من قبل الإسرائيليين. بين المساءلة والانقسامات تشهد حكومة الحرب الإسرائيلية تصدعات كبيرة على خلفية فشلها في غزة. تلك الخلفات قادت أعضاء باريزين في الحكومة الإسرائيلية المتطرفة إلى مطالبة رئيس الوزراء نتنياهو بالاستقالة لإنقاذ إسرائيل مما سموه نفق نتنياهو المظلم. فعلى الرغم من مرور 300 يوم من العدوان على قطاع غزة، إلا أن مسلسل الانقسام هو المسيطر على المشهد السياسي الإسرائيلي. انقسام ازداد مع تصاعد مؤشرات فشل نتنياهو في تحقيق الأهداف التي أعلنها في بداية العدوان على القطاع المحاصر. نتنياهو يكالب في إعمال آلته العسكرية في إبادة عشرات الألاف من الفلسطينين بغية تحقيق مكاسب سياسية تحجب عنه مساءلة قانونية. بالنظر إلى اتهامه من قبل الكنسة وأعضاء الحكومة بالمسؤولية المباشرة عن عملية طوفان الأقصى. نتنياهو يتعرض كذلك لغضب داخلي بسبب فشله في الإثراج عن المحتجزين الإسرائيليين لدى الفصائل الفلسطينية. وهو ما يظهر في مظاهرات أسر المحتجزين اليومية في شوارع ومدن الاحتلال. هي المئوية الثالثة لأيام ثقيلة على قطاع غزة نحتت في ضمير الإنسانية مأساة لن تنسى طرفاها ضحايا بالآلاف من الفلسطينيين. والسياسي طامع من تل أبيب يدفع بآتون الحرب بغية حماية نفسه من ملحقة قد يفلت منها. لكن التاريخ سيذكره بما جنى من جرائم. ينضم إلينا من واشنطن ماركو مسعد عضو المجلس السياسات الشرق الأوسط والباحث في العلاقات الدولية. أهلا بك سيد ماركو وأبدأ معك بالأخبار التي قرأناها الآن نستنتج منها هذا السؤال. برأيك هل يحاول بنيمين نتنياهو في كل ما يجري أن يحافظ على مستقبله السياسي وعلى كرسيه في الحكم من خلال تبني سياسة الاغتيالات؟ صباحا خير صد محمد والأستاذ المشاهدين. أجابة سريعة لسؤال حادثك نعم بنيمين نتنياهو يحاول باقسا طبعا في إطارة أمد الصراع وعدم الوصول إلى حل النهائي الآن. خاصة أننا تحدث عن الانتخابات الأمريكية. وأعتقد أن زيارة بنيمين نتنياهو لأولئات المتحدة في الأسبوع الماضي خرجنا منها بدرسين مهمين جدا وهو الدرس الأول من بنيمين نتنياهو يقين تماما بأن هناك ضعف كبير جدا من إدارة بايدن وهناك فراغ سياسي كبير جدا من الممكن أن يستغله لصالحي. الدرس الثاني هو تيقن أيضا أن هناك معارضة كبيرة جدا من الحزب الديمقراطي أو على وقت خصوص الجافحة التقدمية من الحزب الديمقراطي. ورأينا ذلك كثيرا من الاعتراضات من أعضاء الحزب الديمقراطي والذين لم يحضروا خطابها أمام الكونجرس. هذين الدرسين الذي خرج بهم بنيمين نتنياهو الآن وخصوصا للتوقيت بعد حادثان الاختيالات في لبنان وفي إيران أعتقد أنه أراد استقلال الفراغ السياسي وأراد استقلال الضعف السياسي الموجود في إدارة بايدن. أعتقد أن هذا الذي خرج منه من الولايات المتحدة أراد أن يشيل من عليها الضغط الموجود الهائل من الولايات المتحدة. ويضع الولايات المتحدة أمام أمر واقع وهو احتمال نشوب حرب أكبر في الشرق الأوسط. واحتمال أن الدول كلها سوف تكون بحرب ضد بعضها. أعتقد أن كل دي أهداف سياسية بالنسبة لبنان نتنياهو يشيل الضغط من عليه. وأيضا يضمن تواصل المساعدات العسكرية ومساعدات السياسية والقام الدبلومسية من الولايات المتحدة لإسرائيل. خاصة في هذه اللحظة. رأينا هذا الاستغلال السياسي لضعف إدارة بايدن أيضا في أبريل عندما قامت بمهاجمة السفارة الإيرانية وما شبه ذلك. وأيضا بالرد الإيراني والرد الإيراني على إسرائيل والرد إسرائيل على إيران. كل هذه الأحداث كانت لأول مرة تحدث فيها الشرق الأوسط. ولكنها كانت مهمة جدا بالنسبة لبنان نتنياهو لأنه كان في هذا الوقت بالتحديد كان هناك معارضة كبيرة جدا من الحزب الديمقراطي وأعضاء الحزب الديمقراطي بقال لا يسمح إدارة بايدن بأرسال شحناءات المساعدات العسكرية وهكذا. فأعتقد كل ما يشعر بأن هناك معارضة كبيرة في الولايات المتحدة وخاصة الحزب الديمقراطي يكون بفعل هذا الشيء في الشرق الأوسط لتشتيت الانتباه وتشتيت التركيز في الولايات المتحدة وبالطبع ضمان مساعدة كبيرة جدا. رأينا عندما كان موجود في الولايات المتحدة كاميل هارس كانت تعتقده بسدة الآن. كاميل هارس تدين له بالدعم وتتكلمه في التليفون وتضمن له مساعدات عسكرية للولايات المتحدة الأمريكية. أعتقد أن هذا ما يريده بني مينة نتنياهو الآن وهو ما يحاول فعله ولكن على حساب الشرق الأوسط على حساب الإقليم بواجهة عام. ما يحدث الآن بأنه كما ذكرنا مع حضرتك من الأمس أنه نحن نشاهد حفرة في الشرق الأوسط. أعتقد أن كل الحسابات معقدة جدا. نحن نتحدث منذ شهور بأن هناك كثير من الأحاديث أو من الأحداث تحدث لأول مرة وتكون سابقة. نتحدث عن تبادل الإطلاق النار أو تبادل الهجوم ما بين إيران وبين إسرائيل. أعتقد أن هي حادثة سابقة تحدث لأول مرة ولكن التحذير هنا ولكن مع تكرار هذه الصوابق فنحن نتحدث على أن هناك تأزم فيه أو نأتي بكثيرا على الخطوط الحمراء لكل من الطرفين. ولا نعلم إلى متى سوف ينتظر الطرف الآخر عند الضغط على هذا الخط الأحمر. وأعتقد أننا في أقل في حسابات قليلة جدا عند الضغط على هذا الخط الأحمر فأعتقد أننا من الممكن أن نرى توسط على ركعة الصراع. وهذا ما بالطبع لا أحد يريده إلا بني مينة تنيا ونفسه. وربما هذا كان محور سؤالي التالي لك سيد ماركو. يعني هل ربما يكون التوتر الذي يشهده أو تشهده منطقة الشرق الأوسط الآن وفي حال اتساعه هل هذا هو الثمن الذي يدفع حتى يبقى بني مينة تنياهو في كرسية؟ الشرق الأوسط لا يقدر على حرب إقليمية وسعى خاصة بين إيران وإسرائيل. بالطبع أنها سوف تجرر كثير من الدول ما بين هذين البلدين الجغرافية لهذا الحرب. أعتقد أن الشرق الأوسط يعاني كثير خاصة بحرب قطاع غزة. نتحدث عن التهديدات القادمة من اليمن والقادمة من لبنان والقادمة من إيران بشكل عام وأضراع في المنطقة. أعتقد أن إيران نفسها لا تريد توسيع ركعة الصراع أو الدخول في حرب شرطة مع إسرائيل. هي تريد فقط أنها تقول أو ترسل رسائل السياسية أنها موجودة ولا أنها قوة إقليمية كبيرة جدا في المنطقة. ويجب أن تؤخذ فيها الاعتبار. عندما نتحدث عن أي اتفاق نتحدث عن الاتفاق السعودي الأمريكي الإسرائيلي. كل هذه الاتفاقات أو كل هذه رسم الخريطة للشرق الأوسط. أعتقد أن إيران تقول أنا موجودة. لكن إيران أعتقد أنها لا تقدر على الدخول في حرب مباشرة مع إسرائيل. لأنها تعلم أن هذه الحرب ستكون مع الولايات المتحدة الأمريكية. وتعلم أنها ستكون مع ضد دول كثيرة جدا لا تمتلك هذه القدرات العسكرية. لكي تجابه هذه القوات العسكرية للولايات المتحدة والخلفاء. فأعتقد أن إيران وخاصة بعد قدوم الرئيس الإيران المنفتح على الغرب إلى حد ما. أعتقد أن هذه رسائل أو هذا برس كبير لبنى مينتنياهو. لأنه عندما تيكر أن هناك كثيرا من التقارب الإيراني الأمريكي. أراد أن يقطع هذه المصالحة أو يقطع هذه العلاقات قبل أن تولد. لماذا؟ لأنه في هذه المصالحة خطر على بني مينتنياهو وخطر على إسرائيل. معلوم جدا أن بني مينتنياهو كان يحاول أن يجر الولايات المتحدة لحرب مباشرة مع إيران لمدة حوالي 15 عام. لم يقدر على فعل ذلك وحاول أن أعتقد أنه يحاول الآن أن يبدأ بهذه الحرب مباشرة بإسرائيل. ثم بالطبع سوف تأتي إلى الولايات المتحدة التي تنقذه. وقد رأينا كثيرا من القطاط أو الأسلحة أو العتاد الأمريكي. بالطبع سوف يأتي إلى الشرق الأوسط. لأن هناك دعم كبير ومستقر وثابت لدى الخارجية الأمريكية ولدى الولايات المتحدة بشكل عام. بأن إسرائيل هي الحليف الأقوى والأول للولايات المتحدة في الشرق الأوسط. ولا أتوقع أنه أن الولايات المتحدة سوف تأخذل إسرائيل في حربها ضد إيران. رأينا ذلك في أبريل. وأعتقد أن حدث توسيع رقعة الصراع في هذه الفترة الآن. سوف نجد ذلك بالطبع أن الولايات المتحدة سوف تكون في ظهر إسرائيل خاصة نحن فيه انتخابات. ولا أعتقد أن الحزب الديمقراطي سوف يفوت هذه الفرصة بأنه غير مساند لإسرائيل. لأن لو حدث ذلك سوف يكون خسارة كبيرة على الحزب الديمقراطي. سواء كانت كاملة هارس مرشحة أو ما كان. أعتقد أن لا يقدر أحد الآن أن لا يصالح أو لا يخاطب ود الجماعات اليهودية في الولايات المتحدة. خاصة أن نحن في انتخاب سباك صعب جدا يحسن بمئات الألاف فقط وليس ملايين. أي بمئات الألاف فقط من الأصوات الناخبين. فإن لم يقدروا على مخاطبة ود الجماعات اليهودية أو جماعات ذات السفل السياسي الموجودة في الولايات المتحدة. لا أحد يقدر أن يعفع ذلك من وجهة نظري سواء الديمقراطيين أو الجمهورين. الجمهورين من وجهة نظرهم بالطبع يريدون دعم كامل لإسرائيل. وهذا لا يسوجد فيه نقاش. لكن الحزب الديمقراطي الجابهة التقدمية بتواجه معارضة شديدة جدا. أو بتركب الاتهامات على بايدن بأن يقلل من المساعدات العسكرية لإسرائيل. ورأينا كثيرا من الانتقادات اللازع من هؤلاء التجمع الموجود في الحزب الديمقراطي ضد إسرائيل. مما يحرج الحزب الديمقراطي أمام جماعات اليهودية الموجودة في الولايات المتحدة. هذا ما أرى أعتقد أن الولايات المتحدة تعلم جيدا أن ما يحدث هو خطر على مصلحتها وخطر على سمعة الولايات المتحدة. لماذا؟ لأن إذا لم تقدر الولايات المتحدة أن تفرد كيودها أو تفرد شروطها على بين يمين نتنياهو في خلال عشرة أشهر. كيف لها أن تتحدث مع حلفائها في مشاكل ما في مناطق ما أخرى؟ أعتقد أن هذا يؤثر كثيرا على رؤية الولايات المتحدة كرائد للمستوى النظام العالمي الآن. عندما نتحدث عن حلفاء الحلفاء يشكون أو ينظرون إلى هذا الموضوع بريبة. أعتقد بقلق كبير. كيف للولايات المتحدة ألا تقدر أن تضغط على بين يمين نتنياهو للانسياع لأوامرها أو على الأقل الجلوس لماذا المفاوضات؟ رأينا الرئيس بايدن يتحدث عن ورقة بايدن التي ماتت وشبعت نوت من حوالي شهرين أو ثلاثة. والآن يتحدث وزير الخارجية بأن هناك أمال معقودة على هذه الورقة. ما هذه الأمال المعقودة على هذه الورقة؟ أين هذه الورقة؟ لا نتحدث عن مفاوضات الآن. نتحدث عن محاولات لعدم تساركة الصراع. كنا نتحدث عن هذه الورقة منذ حوالي 3-4 أيام. ولكن الآن نتحدث عن حدث استراتيجي كبير في الشرق الأوسط. هو محاولة توسيع رقة الصراع ومن الممكن حرب تكون كبيرة جداً وحرب تكون إقليمية. تكون منجرة إليها الولايات المتحدة بعتادها، بكواتها، بديبلوماسيتها، بسياسيتها. ومن ينظر لهذه الأحداث؟ الصين وروسيا. ولأن في هذا التوقيت كان وزير الخارجية ووزير الدفاع كانوا موجودين في أسيا. ربما تتحدث أنت سيد ماركو عن فكرة أن هذا ربما يستدعي ما يسمى بصراع الأقطاب أو بتعدد الأقطاب من أجل احتواء أي فراغ يحدث في المنطقة. يعني هذه النقطة تحديداً ذات مبحث كبير وتحتاج الكثير من الأسئلة والكثير من المحاور. لكن لضيق الوقت أشكرك من واشنطن السيد ماركو مصعد عضو مجلس سياسات الشرق الأوسط والباحث في العلاقات الدولية. شكراً لك. والآن إلى تطورات الأوضاع في لبنان. موسيقى 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 دوت صفارات الإنذار في عدد كبير من مستوطنات الجليل الغربي للمرة الأولى منذ اغتيال القيادي العسكري في حزب الله اللبناني فؤاد شكر. وبينما ذكرت وسائل إعلام اللبنانية أن حزب الله أطلق رشقتين صاروخيتين باتجاه مواقع لجيش الاحتلال في الجليل الغربي شمالي إسرائيل. أعلنت هيئة البث الإسرائيلية أن منظومة القبة الحديدية الدفاعية رصدت ستين صاروخاً انطلقت من لبنان وأسقاطت خمسة عشر صاروخاً منها. كما أفادت بتدمير منصة الإطلاق التي استخدمها حزب الله. أعلن رئيس الوزراء الإسرائيلي بن يامين نتنياهو جاهزية إسرائيل لأي سيناريو محتمل سواء في الدفاع أو الهجوم. جاء ذلك خلال جولة تفقدية أجرها نتنياهو للجبهة الداخلية للإطلاع على جاهزية قواته لأي هجوم محتمل من إيران أو حزب الله اللبناني بسبب عمليات الاغتيال الأخيرة. صرح المتحدث باسم جيش الاحتلال الإسرائيلي دانيال هجاري بأن تل أبيب مستعدة بخطط هجومية في الإطار الزمني القريب. وأضاف هجاري أن الجيش الإسرائيلي تمكن من القضاء على القيادة بحزب الله اللبناني فؤاد شكر من خلال عملية دقيقة للغاية. كما أكد المتحدث باسم جيش الاحتلال أن إعادة المحتجزين على رأس أولويات تل أبيب وأن العمل من أجل ذلك الهدف يجري على كل المستويات. قال الأمين العام لحزب الله حسن نصر الله أنه سيتم الرد على تجاوزات إسرائيل رغم مطالبات من عدة دول بعدم الرد على الضربة الإسرائيلية على الضاحية الجنوبية في بيروت. وأضاف نصر الله في كلمة الله أن إسرائيل قتلت في قصف الضاحية الجنوبية سبعة بينهم القيادة بحزب الله فؤاد شكر وأحد المستشارين الإيرانيين. وشدد نصر الله على أن العدوان الإسرائيلي على الضاحية الجنوبية ليس ردا على حادث مجد الشمس وإنما جزء من الحرب. لافتا إلى نفي حزب الله سابقا مسؤوليته عن القصف وأنه لو كان المسؤول عن الحادث لا أعلن ذلك. أعلن حزب الله إطلاق صواريخ بضادة للطائرات على مقاتلات إسرائيلية داخل أجواء الجنوب اللبناني. وأكد الحزب أن الصواريخ التي أطلقها أجبرت الطائرات الحربية الإسرائيلية على التراجع والانسحاب إلى خلف الحدود اللبنانية. أيضا أعلنت وزارة الصحة اللبنانية مقتل أربعة مدنيين وإصابة خمسة آخرين على الأقل. جراء غارة إسرائيلية استهدفت منزرا ببلدة الشمع بالقطاع الغربي للجنوب اللبناني. في حين أكدت مصادر محلية أن جيش الاحتلال استهدف منطقة مفتوحة في بلدة كفر كيلة جنوبي لبنان. وأضافت المصادر أن جيش الاحتلال الإسرائيلي استهدف المنطقة صباح اليوم بالطائرات المسيرة بالتزامن مع إطلاق رشقات كثيفة من النيران تجاه البلدة. قدمت وزارة الخارجية اللبنانية شكوى أمام مجلس الأمن الدولي والأمين العام للأمم المتحدة عبر بيثتها الدائمة في نيويورك. طلبت بموجبها الدول الأعضاء في مجلس الأمن بإدانة الاعتداءات الإسرائيلية السيبرانية على لبنان. وقال لبنان في شكواه إن اعتداءات الاحتلال السيبرانية تشكل خطرا جديا على خدمة الطيران المدني وتهدد أمن وسلامة شبكات الاتصال والأجهزة والتطبيقات والبيانات الإلكترونية في المنشآت والمرافق الحيوية. وطلبت الخارجية اللبنانية من بعثتها الدائمة في جينيف تقديم شكوى أمام مقر الاتحاد الدولي للاتصالات ITU مطالبة الاتحاد باتخاذ الإجراءات التقنية اللازمة. لوقف هذه الاعتداءات ومساعدة لبنان على ضمان حسن سير شبكات الاتصالات. موسيقى ينضم علينا من رامالله اللواء حابس الشروف مدير معهد فلسطين للأمن القومي. أهلا بك سيادة اللواء. ومن المنظور العسكري أسألك هذا السؤال. هل يتحمل الشرق الأوسط صراعات جديدة وأسلحة إضافية؟ المشاهدين. يعني استمرار في معركة استنزال. ولكن نتنياهو نفسه يريد أن يحسم. لأن نتنياهو مفشل في نظرية الحسن ونظرية الردع. فبالتالي نتنياهو الآن يريد ما يسمى بدل من النصر المطلق النصر الكافي بمعنى وبآخر. أنه يستطيع أن يقضي على القوة المسلحة للمقاومة فقط لا غير. لأنه بالنهاية يعرف جيدا أنه لا يستطيع القضاء على حركة حماس. لأنه هذه عقيدة وفكر لا يستطيع القضاء عليها. وبالتالي نتنياهو أراد من عملته هذا وفعلته هذا. وزاد شعبيته وحد كافة الأحزاب والقوى خلفه. فنتنياهو نجح في ذلك وكذلك وحد أمريكا والأمريكا كما يوم أمس نحدث معه بايدن. وأراد أن أخذ الدعم الكافي له إذا تعرضت إسرائيل لأي اعتداء من أي دولة أو من أي جهة كان. نعم وربما على ضوء هذا الأمر سيادة اللواء ربما نسأل هذا السؤال في ظل هذا الاشتعال بالمنطقة. من الذي يسعى من المستفيد إلى إشعار المنطقة عن وضعها الحالي ولماذا؟ أنا أعتقد أن نتنياهو يريد أن يظهر أن يستمر بحكمه. النقطة الثانية نتنياهو يريد أن يفرض سياساته على المنطقة. يريد أن تعود إسرائيل كقوة الأولى في الشرق الأوسط. لأنه كما عرفنا في السابع من أكتوبر إسرائيل انهزمت نفسيا وانهزمت عسكريا. هو يريد إعادة القوة ويريد إعادة كل شيء. فبالتالي هو يريد إعادة الخريطة الشرق الأوسط كما تريدها إسرائيل. وليس كما يريدها العالم. ولا كما تريدها الولايات المتحدة. ولكن هذه بالنهاية نتنياهو لا يستطيع تحقيق كل ذلك. لأنه بالنهاية في شعب فلسطيني صامد في أمة عربية تدعم القضية الفلسطينية على كافة على المستوى الرسمي وعلى المستوى الشعبي. فبالتالي نتنياهو لا يستطيع تحقيق أهدافه التي وضعها لذاته من أجل شرق أوسط جديد. ويعني بما أننا نتحدث عن الشرق الأوسط ونتناوله من المنظور الاستراتيجي والعسكري كذلك. يعني سيادة اللواء ما يحدث الآن في الشرق الأوسط. برأيك استراتيجيا كيف يؤثر على جميع دول العالم. ودعنا نحدد على الأكثر أقطاب القوى المتواجدة الآن في العالم. استراتيجيا كيف يؤثر عليها الصراع في الشرق الأوسط. يعني هناك كثير منها مصالح. الدول العالم كلها مصالحها بشكل أوسط. لأن مصالحها تتأثر. الاقتصاد تأثر. البترول تأثر. التجارة تأثرت. يعني كافة البنية الاقتصادية تأثرت نتيجة هذا الحرب. السياحة تأثرت. هذه التأثيرات في ذلك. وبالتالي تأثرت هذا التأثير. ليس فقط على إسرائيل. ولكن تأثرت المنطقة. منطقة المنطقة في منطقة الشرق الأوسط بأكملها. وكذلك بالنسبة للدول العظمة. الصين وروسيا والدول الأخرى. يعني هي لم تتدخل بشكل مباشر في الحرب. يعني كالولايات المتحدة الأمريكية. الولايات المتحدة الأمريكية. الآن هي دورها حماية إسرائيل. دورها الدفاع عن الإسرائيل. وخاصة الآن في انتخابات في الولايات المتحدة. تريد أن تثبت للناخب الإسرائيل أو الناخب اليهودي في أمريكا. أنها هي داعمة لإسرائيل من أجل الحصول على الأصوات. فهناك نزاع وصراع ما بين الحزبين من يأخذ الأصوات اليهود الأكثر. فبالتالي الدعم يزداد بشكل أكبر لإسرائيل. وهذه فرصة نتنياهون تهز هذه الفرصة بشكل كبير. نعم. إن أفردنا خريطة الآن للمنطقة بالكامل سيادة اللواء. أين هي الأماكن في خريطة المنطقة الآن التي يمكن أن توصف من المنطقة الحمراء. وما هي الأماكن الرمادية التي ليست مضطربة إلى حد كبير؟ يعني منطقة نتيجة هذه الحرب. الآن عندك في اليمن، جنوب لبنان، فلسطين كامل، الضفة الغربية، القدس. هذه كلها المنطقة الحمراء الآن أصبحت. ولكن بالنهاية بالنسبة لنتنياهو هناك سياسة ممنهجة مستمر بها. أعتقاداً منه أن عدم النصر لإسرائيل تعتبر هزيمة. وهزيمة إسرائيل لمرة واحدة تنهار الدولة. ولحظنا ذلك خلال الفترة الماضية من الحرب التخبط في السياسة الإسرائيلية والصراع الداخلي في إسرائيل. إسرائيل بالنهاية لا تستطيع واحدة تغيير مصير منطقة الشرق الأوسط ولا تستطيع تغيير خارجة الشرق الأوسط. هناك لاعبين دوليين إقليميين في الدول العربية كمان لن تسمح لإسرائيل. لا مثل مصر، الأردن، دول الخليج، السعودية. هذه الدول الإقليمية لم توقف يوماً من الأيام في مساعدتها للفلسطينيين. ووقف هذه الدول بجانب القضية الفلسطينية ودعمها كان على الصعيد الدولي أو على الصعيد المحلي. هذه كمان أحبطت جزئياً من مخططات نتنياهو وتعنت نتنياهو لأنه لا يرح حلاً إلا الحل الإسرائيلي والحل اليمين المتطرف لديه. فبالتالي أعتقد أن المنطقة إذا استمر نتنياهو بها ستكون على فوة بركان. ولكن الولايات المتحدة على ما يبدو لا تريد من نتنياهو أن يصعد أكثر فأكثر. ونتنياهو يعرف أنه على العمليات التي قام فيها في الفترة الأخيرة من اغتيالات في طهران ولبنان والعراق وسوريا. وأنه يعرف أنه الرد سيكون رد محدود وليس رد كمان يؤثر على البنية الاستراتيجية والبنية التحتية في إسرائيل. بعض وصائر الإعلام الإسرائيلية تحدثت في الساعات الماضية وقالت أن الفرصة الآن لوقف إطلاق النار ولإطلاق صراح المحتجزين هي مواتية تماما. هل برأيك هناك دعنا نقول إشارات ربما تشير إلى حالة الوضع القائم أم أنك ترى أنه يزداد تعقيدا؟ لا أعتقد أن نتنياه الآن بصاعد. هذا التصعيد لاحظنا ما زال استمدار القصف في غزة. ما زال الاعتداءات المساوطنين في الضفة الغربية. ما زال إسرائيل لأنه بعد روما وتقتل السيد اسبعين هني يقتلوا بعد اجتماعات روما. وبالتالي الشخص الذي يريد إذا أرادت إسرائيل حقيقة الأمر أنها تريد المفاوضات وتريد وقف إطلاق النار وتريد تبادل الأسرة ما بتقوم بهذا التصعيد الكبير. هو يعني يعتقد أن هذا التصعيد سيخضع المقاومات. سوف يعني أن هذه الحاضنة الشعبية للمقاومات سوف تنهار. يعني هو يريد اعتقادا من ذلك. ولكن للشعب الفلسطيني مر في ظروف أصعب من هذه الظروف ومر في اغتيالات أكثر من ذلك. يعني تم اغتيال أحمد ياسين وهو القائد المؤسس لحماس. وأنه كان الشعبية أكثر من هنيفة. بالتالي حماس لم تنهار والمقاومة لم تتوقف. فبالتالي تم اغتيال السيد الرئيس ياسر عرفات والقضية الفلسطينية لم تنهار. يعني بالتالي هناك تجارب كبيرة هناك في قضية فلسطينية. إذا لم يتم حل القضية الفلسطينية وإقامة الدولة الفلسطينية وعاصمة القدس. لن يكون هناك لا سلام ولا استقرار في المنطقة. قد تكون المنطقة تمر في مرحلة تدوء أو سكون. ولكن بالنهاية لا يكون لا هناك لا استقرار ولا سلام دون حق تقرير مصير للشعب الفلسطيني. والعالم كله يعي ذلك بشكل جيد. نعم. وربما سيادة اللواء حابس الشروف. شكرا لك من رام الله على جميع هذه التفصيلات وعلى جميع هذه المعلومات الاستراتيجية والتحليلية. مدير معهد فلسطين للأمن القومي. شكرا لك. مشاهدين نهاية تغطيتنا. نشكركم على طيب المتابعة صاحبكم فيها محمد رضا. وإلى اللقاء.